لا يزال تدفق المساعدات على قطاع غزة رغم التطقيق والفحص والتعنط من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر على معبر كرم أبو سلم المزيد حول تلك الجهود والعرقيل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلعن عليها باسم أبو العنين مرسل التلفزيون المصرية خلص التحية من أمام معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية وكما ترون في الخلفية محافظ سيد محافظ شمال سيناء والسيد سفير دولة ألمانيا بجمهورية مصر العربية في زيارة تفقدية بدأت صباح اليوم بتفقد مخازن الهلال الأحمر في مدينة العليش للوقوف على طرق تخزين الأدوية التي يتم استقبلها وإمرارها إلى قطاع غزة وأيضا هذه الزيارة الميدانية للوقوف على التجهيزات الموجودة هنا من وزارة الصحة ومن الهلال الأحمر المصري وتقديم المساعدات إلى قطاع غزة ومن أبرز الأحداث التي تمت أثناء زيارة هذا الوفد وكما ترون عبر الشاحنات التي تعبر من خلالنا هو رجوع العديد من الغذية السيارات المحملة بالمواد الغذائية التابعة للعديد من المنظمات الغذية والدولية التي تقدم الغذاء إلى قطاع غزة هذه العديد من الشاحنات التي رصادنا حتى الآن ما يتعدى العشر شاحنات تمت إعادتها مرة أخرى من قطاع غزة من دون أسباب وأمام مرأة العالم باعتبر أن سفير ألمانيا هنا نافذ على أوروبا وعلى العالم يرى بعينه وهناك بعض المنظمات التي توجد هنا وتتابعا كثب ما يحدث ضمن سياسة التجويع الإسرائيلية للشعب الفلسطيني الذي يعاني الويلات لليوم رقم 336 على التوالي أعود إليكم باسم أبو العنين تلفزيون المصري من أمام معبر رفح